حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنوار جرقاش مطالب دول الخليج ومصر الإنهاء مقاطعتها لقطر ومنها وقف دعم الدوحة للإرهابيين والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وأقليميا وقال جرقاش أنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون مشيرا إلى تمويلها التطرف وتحركات إرهابية في سوريا وليبيا واحتضانها شخصيات عليها حظر دولي ولفت وزير الدولة الإماراتي إلى أنه إذا أرادت قطر الإنفصال بسياستها فالطلاق آتن وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحا على العالم ستقلق مع محيطها